اهدموا بيتي بصاروه كادوشة ودمروا البيت كامل بعد أن أصبحت صواريخ الكاتيوشة هي اليد الطولة للميليشية لم يعد من هدف لها إلا إيقاع المزيد من الضحايا استهداف منزل أحد المواطنين في مارب آخر تلك الجرائم التي تطال المدنيين اتصلوا لي وأنا في الجامعة بنصلي عشاء وقالوا البيت حقك بحرق الجيران هذا ما تنقله الصورة الليلية عن الدمار الذي أصاب المنزل وأخلاه من سكانه يأتي هذا الصاروخ بعد أيام فقط من سابقه الذي سقط على حي الروضة بمارب وأسفر عن إصابة عدد من الطلاب بجروح بليغة تشن ميليشيات الحوث وصالح قصفها الصاروخي بصورة شبهة يومية على المدن والأخياء السكنية في مارب وتعز والجوف والبيضاء وبينما تقوم منظومة الباتريوت التابعة لقوات التحالف العربي باعتراض معظمها في سماء مارب تستقبل أحياء المدن الأخرى صواريخ الكاتيوشا فتقتل السكان وتدمر المساكن دأبت ميليشيات الحوث على استهداف المدن والمناطق المحررة والمجمعات السكنية والأحياء التي تضج بالبشر بصواريخ وقذائف الهون ما فسره مراقبون بأنها عمليات انتقامية نتيجة خسائرها الميدانية ومن ذلك ما حدث مؤخرا في استهداف مدينة المخى المحررة مدن تراوغ الموتى القادمة من صوب الميليشيا على هيئة قذائف هون أو صواريخ كاتيوشا لتؤكد حقيقة مفادها أن الله لم يخلق وحشا كالإنسان ولم يخلق الإنسان وحشا كالحرب اشتركوا في القناة